سلام عليكم، إزايك يا هبة؟ الحمد لله، إزايك أنت يا ممدوه، حمد الله على السلامة الله يسلمك، ياه، ده نجاية عبان وهل كان قوم الشغل؟ النهاردة كان فيه شوية شغل في البنك، إنما إيه؟ هلكت وتعبت قوي إيه ده؟ مالك؟ مرهق مرهق جداً طب بقولك إيه؟ أنا ما عملتش أكل، قوم ادخل كده المطبخ عملينا كبايتين شاي بتقولي إيه؟ أعمل شاي، وبتقولي إيه؟ ما عملتش أكل كمان يا سيدي بس قوم، اعمل لنا بس الشاي، هنطلب أكله من برة بقولك إيه كمان؟ فيه شوية تطبق كده في الحود، اخسلهم بالمرة أصل أنا إيه؟ هبطانا ما خسلتهمش، مش قادر أخسلهم وبقولك إيه؟ بلاش تعمل لي شاي، اعمل لي كبايت نسكافيه، أصل دماغي مصدق حاضر يا سيدي يلا على مطلب الأكل إيه ده؟ ده الحود فاضي، مفهوش غير طبقين اتنين، مقوماني، عشان طبقين اتنين أيوة صحيح، دي كانت أيلالي عملي شاي، قادي كبايت الشاي عملتها، بس أنا مش فاكر، هي قالت لي شاي ولا نسكافيه، هاخدها بقى وعمر لله، ربنا يسطر اتفضلي يا سيدي، أحلى كبايت شاي لأحلى هبة في الدنيا إيه ده؟ انت جايب الشاي من غير طبق ومن غير صنية ومن غير أي حاجة؟ آه معليش أنا آسف وبعدين ده منظر كبايت شاي، مالها مقرفة معك فينا كده ايه مالها مش عجباكي؟ والله يا حبيبتي غسلها قبل ما حط فيها الشاي حط حط القرف ده، وبعدين أنا كنت طلبة نسكافيه، مش شاي ليه بس يا هيبة، انت طلبت مني شاي؟ لا، انا في الأول قلت لك شاي، وبعد كده قلت لك نسكافيه، انت ايه؟ بتنسى؟ طب يا سيدي خلاص ما تزعليش، حقك عليا، خد الشاي شربيه وكمان شوية هعملك نسكافيه بقولك ايه؟ انت بتضيقني ليه؟ ما تقرفنيش بقى طب يا سيدي أنا آسف ما تزعليش، طب الشاي هو، اشربيه وخلصيه، وبعد كده هعمل لي كوبية نسكافيه، تمام كده؟ بس لو سمحت بعد إذنك، تجيب لي كوبية نسكافيه نديفة، مش من الأحواسة، وتجيبها على صنية أو طبق، مش تجيبها لي في ايدك كده، ايه القرف ده؟ انا بقرف على فكرة حاضر يا سيدي اللي انت عايزة؟ استنى تعالي هنا رايح فين؟ فيه ايه بس؟ انا افتكرت حاجة مهمة، فين الطلبات اللي انا طلبتها منك؟ طيب يا هيبة، انا كنت عايزك بس تصبر علي لحد اخر الشهر اخر الشهر ايه والزفت ايه؟ مش انت شغال في بنك؟ مش فيه لستة طويلة عريضة قد كده، فيها طلبات انا طلبتها منك، فين هي؟ الليستة في جيبي في جيبي والله ايه؟ لما ربنا يسهل، هجيب لي كل حاجة ربنا يسهل؟ ربنا يسهل ايه؟ هو انت بتحوش لمين، وبتكنز لمين، وبتعل من الفلوس تحويش ايه بس؟ هو فين التحويش ده؟ طيب، الطلبات دي انا محتاجها ضروري، وفيه حاجات كتيرة جدا محتاجها في المكياجات بتاعتي وفي الاكل، والشرب كمان، وكل حاجة نقصة بس انا بصراحة بقى ما طبختش النهاردة، عشان انا بحب اشتري الاكل جاهز بس انت بقى دلوقتي يا هيبة، الفلوس اللي كانت معاكي ما طبختش بها ولا عملت بها اكل، وجاية دلوقتي تطلبي مني فلوس وطلبات ما هالحاجة غاليت، والميكوب اشتريته غالي جدا والايه؟ الميكوب، الله المستعان انا عاوزة اعرف فين الطلبات دلوقتي طيب يا ستي، اديني يومين اتنين بالضبط وهجيبلي كل اللي انت عايزاك لا مينفعنيش الكلام ده، ايه القرف ده؟ عاوزة اعرف بقى فلوسك بتوديها فين؟ هو الاسم خلاص يعني شغال في بنك شغال في بنك، وما بشوفش حاجة؟ ده انا عمال اقول لي صحابي، في النادي ده جوزي شغال في بنك، واقول للكل حبيبي، وعمالة رسم عليهم، وانت ما بتجيب ليش اي حاجة انت مالك بخيل كده وما بتجيب ليش حاجتي ليه؟ ده انا لما باج اطلب اكله من بره، تتصل على الرجل وتقول له لا ما تجيبش الاكل، تش عايزنا يجيب حاجة خالص، وقال ايه؟ اطبخي وعملي اكل، انا يا عم مش هطبخ، مش هبوز ايديك كده ولا هبوز دوافري خلاص يا ستي، هم يومين اتنين بالضبط وهجيبلي كل طلباتك طب انا دلوقتي عايز اكله من بره بس انا معاييش فلوس عشان تجيبي اكله من بره امال انت عايزني ادخل المطبخ واطبخ واعمل اكل وقشر بصل، وتبقى دوافري وايدي ريحتهم بصل؟ انا يا ستي هدخل اطبخ، تعالي بس وقف معي في المطبخ عشان تقولي لي اعمل ايه؟ ايه؟ عايزنا ادخل اقف في المطبخ؟ انت عايز رجلي توجعني؟ ده انا لسه عاملة دلوقتي باديكير خلاص يا ستي هدخل انا طب لو سمحت، بعد اذنك، بكرة هو اخر يوم في الطلبات اللي انا طلباها، وكمان عايزة 10 تلاف جنيه 10 تلاف جنيه؟ ليه بس يا هبة؟ 10 تلاف جنيه بتوع ايه؟ هو انا يعني بقى بتكمع عشان اديك 10 تلاف جنيه بقولك ايه بقى؟ ماليش دعوة؟ يا هبة ده انا بيطلع عيني بيطلع روحي في الشغل ماشي، ما انت شغال في بنك، يعني العشرة تلاف جنيه دول ما يجوش حاجة في ربع مرتبك الموظف اللي بيشتغل في بنك بياخد فلوس كتير جدا اديني بس اسبوع ازبط اموري، وكل اللي انت عايزانة هعملهولك بتقول ايه؟ اسبوع؟ لا اسبوع كتير جدا، انا طالبة اردارات والاردارات دي قدانها بكرة بالكتير والحاجات توصلني هنا طب انا اعمل ايه بس دلوقتي؟ وانا كمان اعمل ايه بقى دلوقتي واجيب فلوس منين؟ وبعدين اصحابي كلهم كلهم جابوا كل نفسهم فيه وانا مجيبتش حاجة ويا فرحتي اقول لهم جزء شغال في بنك واطلبوا الاردارات ومش عارف اتفع فلوسها؟ طب انا اتصرف ازاي بس طيب؟ مليش دعوة اتصرفوا هاتلي فلوس انا محتاجة فلوس دلوقتي حالا طب يومين بس؟ لا مفيش يومين دي بقولك ايه لو انت مش هتعرف تعيشني كده زي ما انا عايزة وتأكلني وتشربني وتلبسني وتعيشني مرتاحة وتقضيلي كل طلباتي يبقى خلاص انا همشي روح اقعد عند بابايا ايوه اقعد في بيت بابا كده عند اخويا كمان وهما يصرفوا علي وبكرة اخرك تجيب العشر تلاف جنيه لما تجيبهم ابقاجي انا هقوم اروح عند بابا ولما تجيب الفلوس بقى بقى اتصل علي عشان انت اصلا مش مكفيني ولا بتجيب لي طلباتي ولا مريحني ده انت حتى مش عارف تجيب لي حتة خدامة طب اصبري اصبري بس يا هبة استغفر الله العظيم يا رب يا رب دبرها من عندك ازايك يا هبة عاملة ايه؟ ازايك انت يا مصطفى الحمد لله معلش بقى انا لسه جاي من الشغل وتعبان امال جوزك فين؟ جوزي؟ في البيت سبت له البيت ومشيت ليه بس يا بنت كده؟ لا عايز يجيب لي طلباتي ولا عايز يديني فلوس ولا عايز يعمل لي اي حاجة خالف وكل ما اطلب مني حاجة يقول لي مفيش فلوس ما معاييش ده حتى مش هيني عليه ادي جبلي الاكل والاسم ايه؟ شغال في بنك بنك ايه ده اللي شغال فيه؟ لا حول ولا قوة ايه بالله من راحة يا بنت عليه شوية هو انت يعنى عارفة وا شغال ايه في البنك؟ وهو يعنى الاسم انه شغال في بنك فين طلباتي ده أنا طلبت منه عشر تلاف جنيه مش عارف حتى يدهملي يا بنت سبوري عليه شوية هو يعني شغال مدير البنك يعني أنا عايزة أفهم حاجة هو ما بيقبطش مرتب يا بنتي لازم تعرف الأول جوزك شغال إيه في البنك ده درلك إيه يا مصطفى هو أنت معي ولا معاه أنت أخويه ولا أخوه لا أنا أخوك بس أنت لازم تعرف الحقيقة واتدوري وتعرفي جوزك شغال إيه واضح كده أصلا أنك ما تعرفيش أي حاجة عن شغل جوزك أنا مليش دعوة أنا عايزة طلباتي كلها أنا طالبة أردارات المفروض أدفع فلوسها والاسم إيه شغال في بنك هو أنت اللي طالع عليك بنك بنك اهد شوية يا هيبة جوزك مش شغال مدير في البنك أمال شغال إيه هوريك أنا وأقولك جوزك شغال إيه لو عاوزة تعرفي يا هانم جوزك شغال إيه اتفضلي اتفردلي إيه ده جوزي عامل بينظف بيمسح ويكنس وبيمسح أرضيات كمان أيوة يا هانم جوزك بيمسح البنك وبيمسح إزاز وأرضيات هو أنت مفكرة موظف ولا حاجة يا نهاري سود إيه ده إيه اللي هو بيعمله ده إيه هي دي شغلة جوزك وانت لازم تقدره تفهمي مش قادرة أصدق ليه مش قادرة تصدقي ليه ما أنت متعودة على العيشة عند أهلك متعودة النبوك يجيب لك كل طلباتك وكل حاجة تبقى مجابة أنت دلوقتي السيطة متجوزة لازم ترضي بقى كده وتعرفي جوزك شغال إيه وتمشي على قده جوزي فراش يا نهاري سود أيوة جوزك فراش ومخب عليك وانت عمالة كل شوية تقول له هات 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 وانعرف منين بس يا مصطف ما هو مقاليش أي حاجة من الأول ولا صرحني أنا كده متضايقة جدا ده أنا ما ببطلش منه طلبات انت ما تربتيش على كده يا هبا لازم تقدري ظروفه وتقفه جنبه حتى لو هو فراش وانا عارف ومتأكد هو مخب عليك هو بيقبط كان بالزبط لأ وكمان سيباله البيت ومشي حرام عليك يا شيخ ما ينفعش كده ما أنا ما كنتش أعرف يا مصطفى وانت عرفت الكلام ده كله منين يا مصطفى اهو يا ستي عرفته خلاص ولازم تعرفي الحقيقة مين اللي صور الفيديوهات اللي انت ورتهني على التليفون دي أنا يا ستي اللي صورته طب ليه ما صرحكش وصرح بابا وصرحني أنا كمان من الأول ليه جاي يتقدملي ويقول لأنا شغال في بنك ليه ما قالش الحقيقة وليه ما قالش هو شغال ايه بالزبط في البنك كان خايف على زعلك يا ستي هو الشغل ايه بيعني عندك حق يا مصطفى أنا فعلا غلطانة ما انت شايفت الدنيا عاملة ازاي هي بقى الدنيا وحشة والأسعار نار اخذي بعدك يا بنتي كده وروحي روحي الجوزك عندك حق المفروض ان انا روح بيتي دلوقتي المفروض اروح تأسف له كمان أنا فعلا غلطانة انا ما كنتش عرف هو بيشتغل ايه انا كنت مفكر اف وزيفة حلوة او في البنك وبيقبط فلوس كتير لا يا بنتي انا قلتلك ان هو مش شغال مدير في البنك ده حيالله عامل يما هيقبط يعني هيقبط كام هي الف جنيه في الشهر هتعمل له ايه دي مش هتعمل له اي حاجة لكن انا بقى عارف اختي متربيه على ايه عايزة طلبات 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 فانت واحدة واحدة كده على جوزك وقدري ظروفه وعيش على قد اللي معاه ووحدة واحدة عليه كده عشان بيتك ميتخربش عندك حق انا لازم ارجع بيتي واتأسف له ربنا يصلح حالك يا هبة ويهدي سرك يا رب